عقد وزير البترول المهندس طارق المولا خلال زيارة الإسكندرية اجتماعا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفات تكرير ميدور وأكد المولا أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في مصفة ميدور لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة مشيرا إلى أهمية توسعات لزيادة الطاقة الانتاجية بالمصفة في تحقيق أهداف الاستغلال الاقتصادية للإمكانات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفة التكرير